6 ألف مليار دولار أمريكي توقعات قيمة سوق المنتوجات الموسومة بحلال على المستوى العالمي سنة 2020 سوق مهم تحاول الجزائر دخوله من خلال تنصيب لجنة خاصة لمنح شهادة حلال للمنتوجات الجزائرية لسماح لها بولوج الأسواق العالمية المتطلبة للإشهاد حلال حسب إحصائيات منظمة التعاون الإسلامي لنهاية سنة 2015 فإن السوق العالمي حلال قدر بـ 2300 مليار دولار أمريكي حيث تمثل قيمة الأغذية والمشروبات حوالي 1400 مليار دولار أمريكي أي ما يعادل نسبة 67% و506 مليار دولار أمريكي بالنسبة لمواد الصيدانية أي ما يعادل 22% و130 مليار دولار أمريكي من مواد التجميل ما يعادل 11% وضع علامة حلال على المنتوجات الوطنية الموجهة لتصدير سيسمح بولوج هذا السوق الذي يعرف طلبا متزيدا خاصة في شعبة اللحوم طالب على المواد الغذائية حلال من طرف غير المسلمين في بعض الدول غير الإسلامية مثل بريطانيا في ارتفاع متزيد خاصة على اللحوم التي تحمل العالمة حلال بالرغم من أسعارها المرتفعة مقارنة باللحوم المماثلة الأخرى فإن وضع العالمة حلال على المنتوجات الوطنية الموجهة لتصدير سيسمح لجاليتنا في الخارج بالتمييز بين المنتوجات الجزائرية وبالتالي سيسمح للمؤسسات الجزائرية باسترجاع حصتها من هذا السوق على المستوى الدولي والترقية الفعلية لشعار صنعات في الجزائر إعطاء ديناميكية للتجارة الخارجية والوصول إلى خمسة مليار دولار تصدير خارج المحروقات هدف تسعى إليه الجزائر والولوج للسوق حلال من شأنه المساهمة في بلوغ هذا الهدف اشتركوا في القناة